وحاجة مهمة قوي قوي مجال بقى القيم والأخلاق وده ملف مشترك ما بين الزوجين فمين هيبقى عنده اختيار شريك الحياة لازم احنا بنختار شريك الحياة بنختارها بناء على القيم والأخلاق فكمان محتاجين نشوف طريقة تطبيق القيم والأخلاق بتاعتنا هتكون ازاي عشان تكون مناسبة لشريك حياتي فمسلا زوجها راجل جدع وعنده مروقة وبيساعد الناس فده شيء جميل حلو قوي لكن هو نفسه لازم يرعى ان هو يبقى جدع ويتسند عليه واول ناس يتسند عليه من اهل بيته مش يبقى جدعانته وعلى زاك الرسول اللي اللي سلم قال ايه خيركم خيركم لأهلي يبقى عندنا المعايير دي في الغالب بناخدها من جمال جوامع كلم الرسول اللي صلى الله عليه وسلم ونطبقها بشكل يتناسب مع حياتنا اللي احنا بنعيشها ونعيش فيها حياة النبي مش عصر النبي عنيش حياة النبي والزوجة برضو لو سيت تأمينة وبتحترم خصوصيات الناس ومع جوزة ما تجيبش سيرت اي حاجة حد حكيها لها ولا كلام عن اختها ولا كلام عن امها بس هي برضو تأمينة خصوصياته مش كل حاجة يحكيها لها يبصي لها عن دمها وعن دختها فلو في خلل في تطبيق القيم محتاجين نتفاهم في المسألة دي حاجة مهمة كمان من المجالات اللي احنا محتاجين نتفق عليها مجال العمل بين الزوجين محتاجين نتفق على العمل كل واحد فينا وهنشتغل قد ايه عشان يكاف في البيت ويكون عند وقت يقضي مع شريك وحياته قد ايه ونتفق ان الزوجة لما بتعمل وبتساعد في البيت ده ده فضل منها ده مش واجب عليها ونتفق ازاي ما تأثرش في البيت ونتفق ازاي نساعدها ونتفق ازاي نقدر بعض واحنا بنشارك في البيت وازاي هنشارك في المصاري في البيت كل ده لازم نتكلم فيه ونعرف والزوج يعرف ان الزوجة لما بتساعد في البيت بتساعد في البيت وهي ده من قبيل ولا تنسوا الفضل بينكم ده فضل فلازم يؤقدر ده مجال تاني لازم نتفق عليه ونحط له شوية قواعد كده ومبادئ مجال التربية ازاي هنرب الأولاد ومين مسؤول عن ملفات زي التعليم والصحة والرياضة وهناخد القرارات دي ازاي اللي بتخص ده مجال الخامس او السادس مجال التطوير مجال التطوير الحياتي زي مثلا انفاق على تغيير محل السكن مثلا لمكان افضل واوسع وهلع نستثمر اموالنا في شيء يعود علينا بعائد مدي كل شهر ولا يساعدنا في مصاريف الحياة عشان عشان نقدر نعمل بقى كل ده الملفات دي كنه الملفات مهمة فمحتاجة احدى وليزاك دايما بقول ايه لازم الزوجين كل يوم يعودوا مع بعض ويتكلموا في المستقبل والسعادة مفيش اكتر من الملفات دي ممكن نقعد ونتكلم عليها عن نتكلم عليها قبل الجواز وعن نتكلم عليها في الجواز كمان طب نعمل ايه عشان المهارة دي مهارة ان احنا نحدد المعايير دي تبقى موجودة عندنا اول حاجة الكلام دو نتفق احنا عايزين ايه من الجواز اللي احنا بنسميه ايه وضع الهداف الزواجية المشترك يعني لازم نحدد احنا عاوزين نوصل لايه من خلال الزواج ويكون ده هدف مشترك بنا وكأن الرسول لا اشار الى ذلك لما قال تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ولدينها فاذفر لذات الدين تربت يدك فاللي حاصل لازم احنا نكون عندنا احنا لماذا نتزوج ويكون هدفنا واضح ففي حد عايز من الجواز مثلا السكن والهدوء والانس وما نفهمش ان الرجال بس اللي عايزين كده فيه ستات كتيرة عايزة تتجوز وكده والبيت يبقى هادي ما يبقاش فيه ضجيج ما يبقاش فيه خلافات كتير وفي نفس الوقت عايزين التطوير والتقدم وفي حد بيبقى متجوز عايز اه خلاص انا كنت عازب وكانت حياتي كده عايز لما اتجوز بقى الاقي حياتي فيها حاجات جديدة ولاقي نفسي منطلق في النجاح ولاقي نفسي حياتي بتتقدم وحد عايز يستثمر في الاولاد عايز يخلف اولاد ويربي ويبقى اب فاضل وام فاضلة كل دي اهداف زواجية على فكرة فلازم نتفق عليها لان اتفاقنا على الاهداف دي هو اللي هيخلينا نقرب مع بعض ونفهم من بعض تاني حاجة عشان نقدر نكون عندنا قدرة على صناعة المعايير دي مع بعض والاتفاق عليها وتحددها التفاهم والحوار ودي خطوة مهمة التفاهم والحوار ده يا سيدي اكسوجين للبيت كل ما بيزيد التفاهم والحوار كل ما النفس يبقى سهل وكل ما الواحد يبقى عنده قدرة على انه ينطلق في الحياة الزوجية ويعيش براحة وعشان نقدر نوصل لحلول مشتركة ترضي الطرفين فالهدف من الحوار هو الوصول للمشترك ولو ما قدرناش نوصل لشيء مشترك فده شيء وارد ولكن لازم نحاول نراعي بعض واللي يقدر يتغاضى يعمل كده وعلى شريك حياته انه يقدر تغاضيه ويمتنله انه هو فوت وعدى والمعاملة تكون برضو بالفضل هو يمتنى إليه لما برضو يتجاوز ويتغاضى عن أشياء أخرى ويفضل بيت كده ماشي بالفضل الحاجة التالتة الوضوح والصدق لازم يكون واضحين وصدقين كل ما كان الزوجين واضحين وصدقين في المعاملة مع بعض كل ما ده سهل الحياة بينهم وسهل انهم يتفقوا على المعاية وسهل انهم يقدروا يديروا حياتهم ويعيشوا في حياة من أسعد ما يكون اشتركوا في القناة